وصفحة الاقتصادية مع موريس لأنه سيئتنا كبيرة بالأعمال الصغيرة طورنا لخدمات وحلول جديدة أسامي بانكينج بنت بنك عودة مرحبا لبنان بحاجة لتصور اقتصادي بخفف عنه تدعيات تراكم الأزمات أولى الأمال الخطة الاقتصادية الموعودة لزهرة معالمة بمؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية مع انطلاق قافل تعمل العهد الجديد سلك لبنان سكة إعادة إحياء مؤسساته وأنعاش اقتصاده ولملمت جراح مليته العامة واليوم تتجه الأنظار نحو الخطة الاقتصادية الشاملة اللي وعدت فيها الحكومة وأصر عليها الرئيس ميشيل عون بوقت ظهرت بعض معالمة خلال مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية واللي حمل إلو العديد من الخبراء أفكار وطروحات يجب الأخذ فيها مبادرة الألانية مبادرة كتير مهمة هذه أول مرة من 2005 أركان الدولة بيحكم على الكطاع لا يكون فيه مشروع اقتصادي متكامل الخطة اللي طرحناها بخصوص الكطاع المالي مصارف وتأمين وبورصة وركزنا بما يخص المحور طبعنا على الكطاع المالي إن كان مصارف ولا شركات تأمين عندها وضع تنافسة جيد بيقدر يساعدنا لنستقطب أموال على لبنان وهيدا الشي اللي بدنا نقوي بنفس الوقت تصدير الخدمات بنفس الوقت المصارف وكطاع التأمين وبورصة بيروت عندهم دور للتنمية الاقتصادية كطاع التأمين عنده دور كتير مهم أولا هو الاستثمار على المدى البعيد لنطور مصارف الاستثمار نقدر نطلب منها ترفع رأس مالها بس بنفس الوقت يكون عندها إدرة للاستثمار أكثر ما هي عندها اليوم بتعديل بعض الأنظمة اللي عندها ومرة جديدة تأكيد على أهمية تعزيز اقتصاد المعرفي لممكن يسهم بخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة وجعل لبنان جزء من المجتمع الرقمي العالمي إذا بدنا نبني اقتصاد متطور نحن بحاجة الاقتصاد المعرفي فيه إيكو سيستام موجود بس هيدا الإيكو سيستام بحاجة أكيد لتأوية وتنمية في تعميم مصرف لبنان بده يتواكب مع قرارات من الحكومة لتقدر تساعد هيدا الإيكو سيستام إن على صعيد الأوانين أو على صعيد الاستقطاب المستثمرين الأجانب لنقدر نطور ونعمل من لبنان بلاتفورم عالمية وأمام هالمبادرات تبقى الأمال بالاقتصاد بحجم الإيمان بلبنان اللي بيسعى للتحول من دولة ريعية إلى دولة راعية لمواطنية إلى جولة الأسواء البداية اللبنانية وخليجية طبعا بيئة الخليج الأسواء مغلقة اليوم وإلى الشراءات العالمية بشكل عام وستويات قياسية بأوروبا مع استيعاب قرار بنك اليتارة المركزي الخاص برفع الفايدة لأول مرة بعشر سنوات للنصف بالمية توقع رئيس البنك أيضا مارك كاري رفع الفايدة مرتين بالسنوات الثلاثة المقبلة وستويات كانت تلاقي بعض الدعم من تسيرع نمو الوظائف الأمريكية بأكتوبر ولكن بأقل متوقعات بإضافة لتراجع نسب البطالي الأبرز اليوم هو ارتفاع سهم أبل أربعة بالمية وهناك بعض التقديرات بأن توصل إيمية الشركة لحدودة تريليون دولار مستوى قياسي للشركات بعد علانة أن الشركات تأجي جبية جدا لربع التالت إلى المعادن الضهب أمنا على ششة التراجعات على الضهب قربنا مستويت بأسبوع بزول المكاسب على الدولار العام الشهداء والنفط عم يرتفع مع استمرار تخفيضات الانتاج بقيادة أوبك لهون وصل لنهاية الاقتصاد شكرا موريس